عندك ازازة فاضية تعالي هقولك على فكرة حلوة جدا لاول مرة هتسماعيها معايا هتجيبي كده الازازة بتاعتك واتشيلي منها التاكت بتاع بالشكل ده وتبدأ إن انتوي'sي الحطة اللي تحت احنا مش محتاجين الحطة اللي تحت خالص بالشكل ده كده. وبكده الازازة باقي الجهزة معايا تعالي باقي سيتو الكل هوك هتستخدميها في المكان. لو أنت بقى بتطلّاع الميا اللي في الغستيلة من تحت وحب ان انت تفضي المية اللي جوه الغسالة من تحت بتحطيها بالشكل ده وبكده مفيش مية هتنزل على الارض وهتفضي مية الغسالة بكل سهولة زي ما انت شايفة كده بجد فكرة حلوة جربيها هتعجبك تعالي بقى يسدت الكل اقولك لو انت بقى بتبري لقلام الرصاص لأولادك بالشكل ده بري القلم ده اوعترمي تعالي هقولك على فكرة حلوة جدا تعمليها ببري القلم ده بري القلم بجد طلع لي استخدام حلو جدا جدا هجيبي كده ورقة من الفويل وتبدأ ان انت تحط فيها بري القلم بالشكل اللي انتو شايفينه ده وتعمليها على شكل طبق كده وهجيبي بقى معطر او اي برفان او ريحة عندك بتبقى ريحتها حلوة او انت بتحب ريحتها وتبدأ ان انت تحطيها في الدولاب بتسحب الرطوبة وبتخلي ريحة دولابك حلوة جدا جربي الفكرة دي بجد هتعجبك تعالوا يا بنات النهاردة هعمل معاك تجربة من البيت وكمان هتحل معاك مشاكل كتير جدا لو انت من الناس اللي بتشتكي على طول النسبة الملوحة في جسمك علية جدا وبتاخدي ادوية وبتحافظ على اكلك على قد ما تقدري وبرده نسبة الملوحة عندك او عنده اولادك علية تعالي قولك بقى ممكن كمان يكون اا عندك املح شديدة من الميا تعالي قولك بقى ازاي تختبر الميا اللي موجودة عندك في البيت نسبة الاملح فيها علية ولا لأ طبعا زي ما انتم تشوفتوا انا مليهت من المياة بتاعت الفلتر ومليهت كمان من المياة بتاعت الحنفية شايفين طبعا الفرق باين جدا جدا اللي التلجة بتاعتها شفافة دي دي مية الفلتر والتلجة بتاعتها غمقة كده تحس انها آآ زي ما يكون مية فيها حاجة زي ما انتم شايفين طبعا الفرق باين جدا لو انت لقاتي بقى المية عندك او التلجة عندك غامق كده يبقى انت عندك نسبة الاملاح شديدة في المية ولازم تحط الفلتر عندك لو انت لقاتي التلجة بتاعتك شفافة زي الناحية التانية دي طبعا الفرق باين جدا زي ما انتم شايفين بجد فكرة حلوة جدا وبسيطة ومن البيت وتقدر ان انت تختبر الميا اللي موجودة عندك فيها نسبة املح شديدة ولا لأ من البيت كده من غير اي تعب ولا مجهود منك علاق الشرابات على المقاشة وهتنبهر من النتيجة بجد فكرة تحفة جدا يا ريت عرفتها من زمان هتجيبي كده المقاشة بتاعتك وكمان هتجيبي الشرابات اللي هي بتبقى فردة وفردة او اي شراب قديم عندك وتبدأ ان انت تحطيه في المقاشة بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبعدين بقى يسبت الكل هتجيبي الخلطة اللي انت مثلا بتحطيها على الخشب بتاع المطبخ اولا على الخشب بتاع قط النوم وتبدأ ان انت تمسحي الاماكن العالية اللي بتبقى موجودة عندك ده بالنسبة لخشب المطبخ لو انت مثلا خشب قوض النوم بتحطي برضو الخلطة اللي بتستخدميها للخشب بتاع قوض النوم لو على مثلا الحطان بتحطي الخلطة اللي بتستخدميها على الحطان وبتبدأ ان انت تنظفي اي حاجة علي عليك بكل سهولة وبكل بساطة بالفكرة البسيطة دي. جوارتي ستة عجوزة واعدة لوحدة هقولت روحها زورها يمكن تكون محتاجة حاجة. فرحت بيا ورحبت بيا جدا وقالتلي اقوم اعمل لكوباية شاي وطلعت الكنك بتاعها زي ما انتم شايفين شاكله كان عامل كده. تعالوا بقى اقول لكم انا اخدت منها علشان ارجعه لها جديد من تاني. جبت شوية كركديه على طمط ميا بايزة على كمان لاموناية بايزة. وحطتهم في حلة غليت الميا كده على النار. وحطتهم يتنقعوا في الحلة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وده النتني زود ميا سخنة لحد ما غطيت الكنك خالص بالميا السخنة. وبعدين سبته وصحيت تاني يوم ده كان شاكله تاني يوم زي ما انتم شايفين طبعا. الدهون او الاتساخات اللي موجودة عليه بتطلع بكل سهولة وبكل بساطة مش محتاجة اي دعك ولا مجهود منك. هجبت كده شوية من البريل على السلكة النعمة بتاعت. ويا دوبك كده بس بقيتة ماشي السلكة على الكنكة زي ما انتم شايفين شكلها بقى عامل ازاي? في ايدي كده مرضيط شفص للكامرا. كل الدهون وكل الاتساخات بتطلع منها هوى. فرحت بهم جدا لما شافتهم جربي الفكرة دي ما بتاخدش منك اي وقت ولا مجهود. عندك البريمة بتاعت الحلق بتاعت او وقت منك ومشت اياها تعالي هقولك على بديلها بكل سهولة. هجيبي كده مسدس الشمع وهتبدأ ان انت تحطي منه حطة صغيرة جدا على الرخامة. وتستني لحد ما تنشك بيبقى معايا الشمع بالشكل ده. وهتبدأ ان انت تعمليها كبر ريمة للحلق بكل سهولة. فكرة حلوة جربيها هتعجبك. هتيلي فرضة شراب كده. تكون قطني وتعالي هقولك على فكرة حلوة جدا هتريحك كتير. هجيبي كده فرضة الشراب وتلبسيها بالشكل ده. وبعدين هجيبي كده شوية صغيرين جدا من الخل. وتبدأ ان انت تحطيهم على اديكي بالشكل ده. وشوية الخل اللي انت حطتيهم دول كفيل جدا ان انت تلمعي بيهم آآ الازاز او الكريستال بتاع النجف طبعا لو ازاز الاوضة بتاعتك برضو آآ مش نضيف بتلمعيه بالخل الخل حلوة جدا لتلميع الكريستال. واي ازاز عندك مش نضيف هيلمع معاكي ويبقى زي الفل. طبعا من غير اي تاع بقول لها مجهود منك بتبدأ ان ان انت تلمعي الكريستال كل بكل سهولة. فكرة حلوة جربيها. تعالي بقى اقول لك على فكرة حلوة جدا تصلحي بيها الدرق بتاع الخلاط بكل سهولة لو مكسور معاكي. طبعا لما بيبقى مكسور بينزل مية كده وما بينفعش خالص فبنرميه وبنشتري غيره. لأ هجيبي كده حتة صغيرة جدا من الفلين. طبعا الفلين كلنا عارفينه بيبقى موجود مع اي حاجة جديدة احنا بنجيبها. وكمان هجيبي امير او سوبر جلو. وهتبدأ ان انت تحطي القطعة بتاعة الفلين على المكان المكسور بالشكل ده. طبعا الكلام دوت بينطبق على اي حاجة عندك مكسورة الفلين والامير. بيعملوا مادة حلوة جدا بتخلي اه اي حاجة مكسورة صلبة جدا معاكي كأنها جديدة واحسن كمان. وهتحط كده نقطتين صغيرين. الفلين بيدوب معاكي وبيكلبش كده. في اي حاجة مكسورة. فكرة بجد تحفة جربيها واعتمديها في اي حاجة عندك مكسورة بجد هتعجبك. تعالي بقى هقول لك حل التلبيسة بتاعة الانتري دي اللي كل شوية تفك مننا وبيبتدي شكل كده وحش جدا للانتري. تعالي هقول لك على فكرة حلوة جدا تسبتيها آآ كويس جدا في الانتري من غير ما تتحرك معاكي مهما عيالك اتنططه ولعبه فوق الانتري. هتبتدي الاول ان انت تلبسي التلبيسة كويس جدا وتزبطيها كده على الانتري. وتبدأ ان انت تزبطيها من الجناب بالشكل ده. وهجبيه لبقى يا ست الكل. قطعتين صغيرين من السفنج. اي سفنجة عندك? او ممكن كمان سبونشة لو انت ما عندكش سفنجة وتبدأ ان انت تحطيهم في جناب الانتري بالشكل ده. بالشكل ده انت بتنزلي الكسوة اكتر آآ لتحت فمستحيل وطبعا السفنجة بتكلبش كده في قلب الكسوة ومستحيل تتحرك من مكانها غير لو انت شلتيها. تعالي بقى هقولك على فكرة حلوة جدا لتثبيت التليفون لو كل شوية كده بيقع وما انتش عارف هتتفرجي على حاجة في التليفون وعايز تثبتيه هتجيبي كده السماعة وتبدأ ان انت تحطي التليفون بين السماعة بالشكل ده. بالطريقة دي هيتثبت جدا معاك. هتلي بقى كده كمامة وقصيها من فوق وتعالي هنعمل فكرة حلوة جدا بها. هتجيبي كده مندلين يكونوا تقال شوية بالشكل ده وهتبدأ ان انت تحطيهم على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. او لو مش عندك منديل من بتاعة الجبدي ممكن منديل آآ من بتاعة المطبخ وهتبدأ ان انت تحطيه شوية كده من الدوني وهتقليبي المنديل على الناحية التانية وهتجيبي شوية كمان من الكلوريكس الالوان وتبدأ ان انت تضي فيهم على المنديل بالشكل ده وهتحطيهم جوة الكمامة بتاعتك بعد ما انت فتحتي او شلتي المكان اللي فوق وهتبتدي ان انت تقفليها بالحتة اللي انت شلتيها. وكده عملتي حاجة تحفة بجد وهتنفعك جدا في مطبخك هتيجي كده عند الحوت بتاع المطبخ من تحت لو انت عندك الحوت بتاع المطبخ بيطلع ريحة كده مش كويسة من تحت هتبدأ ان انت تحطي الكمامة كده وهتطلع عليك على طول ريحة جميلة جدا جربت طريقة دي بجد تحفح تعالي بقى اقول لك في ناس كتيرة جدا بيبقى عندهم المبشرة دي وما يعرفوش انها ممكن تتسبت كده على الحلة وتقدر ان انت تبشوري بيها الطماطن بكل سهولة وهي موجودة كده على الحلة بدل ما انت بتبشوري الطماطن في طبق اوفى حاجة وبترجعت فيها لا اعمليها كده بجد فكرة حلوة جربيها وهتعجب عندك شراب قديم صغر على بنتك تعالي هقولك على فكرة حلوة جدا تعمليها بيه هجي بالشراب وتبدأ ان انت تقصي من ناحيتين بالشكل ده طبعا لو شراب قديم او شراب اه اه مثلا صغر او قصر على بنتك ممكن ان انت تعمليه بالطريقة دي زي ما انت شايفة كده قصينا الرجلين بالشكل ده وكده انت عملتي حاجة حلوة جدا عملتي معصا حلوة جدا عمر ما في حد هيكتشف ان ده شراب اصلا فكرة حلوة جربيها اشتركوا في القناة